الإنسان بيسأل قدة أسئلة وجودية ليش الموت؟ وشو فيه بعد الموت؟ وكيف الإنسان بيتحضر لهيديك الساعة؟ ليش الموت؟ لأنه فيه إنسان محدود بحياته فيه كائنات محدود بحياته وإنما شو فيه بعد الموت؟ مسيحياً عندنا الجواب يسوع عطانا إيه بالإنجيل الحيات ما بعد الموت مرتبط بحياتنا ما قبل الموت نحن الله خلقنا وقال الله خلقنا تما حتى نكون تراب في القبور الله خلقنا حتى نكون معه ويوم الإنسان سمع للشرير وقع حقوة الله بكل تاريخ البشرية هو عم يكشف عن حاله يبعث الأنبياء يبعث المرسلين تيشيبه الإنسان صوبه والإنسان عم يرجع يوقع ما يقدر يستوعب هالعلاقة بينه وبين الله الله جسد صار إنسان مثلنا ولد مثلنا عاش مثلنا تقلم مثلنا شاركنا بكل شيء معضل خطيئة مات مثلنا وإنما المفارقة الكبرى إنه قام من بين الأموات وغلب الموت بإيامته وعطى معنى للحياة التانية وصيحتها تذكرنا كل كلماته وتذكروها الإنجليين وكتبوها على ضوء الروح الأدس كان عم يدعينا للسماء وحكينا عن ملكوت السماء وكل حياتنا مرتبطة أنه يلي بيأمن فيه ولو ميت جسدياً بدو يعيش لهيك الجواب صار واضح منا وعننا يسوع هو الجواب الإيمان فيه بيعطينا السماء المشي حسب إنجيله بيعطينا السماء تناول جسده المؤدس بيعطينا السماء هو يلي قال من أكل جسدي له الحياة الأبدية فيسوع دعانا لإله تحتى نكون معه هون ورحمته أكبر من كل خطينا فما عاد عم نأمن بيسوع تنهرب من جهنم وما عم نأمن بيسوع تنربح السماء السماء لإلنا لأنه نحن أولاده هو يلي قال تعالوا يا مباركي أبي رسل الملكوت المعد لكم منذ إنشاء العالم وقال لهم للجداء اذهبوا إلى النار الأبدية المعدة لإبليس وجنوده ساعتها اللي بده يلحق إبليس بده يلحق لهونيك واللي بده يمشي مع الله إله السماء وهون ساعتها بنفهم إنه خطينا هي غبرة ما بتمنعنا من إنه نوصل لملكوت السماء خطينا هي غبرة ما بتمنعنا إنه نتلاقي بيسوع هل يتورة إذا ولد رجع على بيت أهله موسخ وجيع الآن وخيه بيقولوله أهله جيب الورقة تحتى نحرمك من الوردة بيستقبلوه متل ما استقبل الأب الإبن الضال هيدا الشي اللي منقمن فيه إنه الله خلقنا تحتى نكون معه لهيك بس يسأل الواحد أكيد بدك تطلع السماء بده يقدر يجيه ويقول نعم لأنه هيدا رجائي والقصة مش مرتبطة فيي القصة مرتبطة بي الله يلي دعاني لأله موسيقى موسيقى